عم سمعني منيح أخي عم سمعني أيوة 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 تفضلي عم سمعني هلأ الثور مضبوط أنا فكرتك مع عم سمعني طبعا ممكن لو سمحت إذا بتريد تجاوبني بس على سؤال يعني أنا مواطنة سورية بحق اللي أعرف اللي عم السير لو سمحت يعني موضوع انشقاق القنصل هل هو صحيح والله لحب هلأ نحن ماعند خبر ري بالموضوع أحد ده لحلأ نحن العسن فرماع الخبر بهالموضوع بتي منين عبد achieve أنا عم بحكي من التليفون أه أصدك من هين عن بحكي إزمالا اه simpler ولما continuing يمكنك أن تفعل من البلاء أه من البلاء عم بحكي من ان في المين من ألمانيا يمم الله سن late لا thunderstorm هلأ من الان لحلأ 끊어 والله مش أنا أخبت طب أنا أبدي أقول لك شغلي يعني يعني لا أنزاع إذا أنت ما عندك تلفزيون شغال إلا أنزاع صار كله على الأخبار بس أنت عندما سألك أنت مفروض تعرف يعني الأمور هاي يا أختي أختي إذا لم تأمد راحدي على قناة العربية هلأ الصبح هلأ أنا لسه نحن هلأ الساعة سبعة عنا الصبح لسه أنا ما فتحت التلفزيون هو اسمه فداء عمودة ما هاي فداء عمود مضبوط من وين هو يعني في الغال من وين هو يعني إلا قلت لك براحة سبيعة والله ما بنعرف سلسل لكن بالشام يعني طول من الشام شامي يعني مرطو من درع مرطو ومن حوران هذل ليت البشير ولا من حوران هذل أنت حتنشق قريبا ولا لا أنا إي شو رأيك ولا أنا هيتك حتنشق إذا القنص اللي انشق بينه بينك لازم تنشق ما هي المواضية هاي ما هي المواضية هاي لك ما هي المواضية هاي لك يا أبد الحلال سوي براحة لك أنا نوعات نصورية براحة لك نوعات نصورية بالنهاية أنا بطيهني مصلحتك انشاء اسمع مني انشاء وبكرة بتضلك بالسفارة موظف أما إذا ما انشاء افريكو دي كتبوك نصيحة أخوية بس نعمل لك أعطيني هلأ بس معلومة أنا بفيدك بالله والله ما حدا بيعرف هو كان مؤذم على إجازة أنا بحقي معك صراحة وأنا ما بعرف انتينين وما بعرف مين عطا قرأ هلأ أنا أنا شو قل لك أنا 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 مواطنة سورية مع الثورة بكفة هاي بكفة خلص مواطنة سورية مع الثورة ما بكفة ما بيهمك أنا 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 إنساني عادي أنا بحب الناس حب الناس اللي عمت فيها تحت يوقف معهن الناس اللي عم يعيث لهم الجزار بشار الأسد يقول هي السفارة السورية هي السوريين مالبشار الأسد هي السفارة اللي أن حسالي فضاء أقول لك أنا ما بعرف أنتي مع الضق الرقم أنا أنا اسمي عبد الله أنا بالسفارة السورية السوريين يعرفوني معايدين ومعارضين أنا اللي بفوق من باب استفارة معايد أو معارض معايد أو معارض معايد بتحطي عراسك لا أنا معايد تحت سرمايتك بصراحة ما تأخذني لا 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 تخلط الأمور المعارض تحطي عراسك والمؤيد تحت سرمايتك شو الحكي هاه أنا عم نحكي معك عم نقل لك انشق وشبتك الله يرضى عليك هلا انتي بتخدمه وتتكون منشقي عن بشار الأسد كمان انتي بتخدمه والانت بتكون منشق عن بشار الأسد عارب كيف انشق ومالو عصر مايتك شي بشار الأسد بكر الشهر السوري بيحاسبك والله العزيم يا أخي انتوا الناسบ장 بتاخلوا بالانشقاق والله هذا الشيك كنت تندموا عليه ندم انه حتى حيأذيكم لا ندم ضميركم ضميركم أخي ضميرك كل انسان عنده ضمير كل انسان عنده ضمير انت ما بي أندق ضميرك على الأطفال اللي عم تنوت ما بي أندق ضميرك على الناس اللي عم يقتل الكلب المجرم تقو الله يا أخي تقو الله بهالشعب هذا الله أعطيك العافية وإن شاء الله سوريا بخير بعد ما نخلصنا الكلب بشار الأساب وبعتقد خبر انشقاق قنص الفداء عمود هو مزبوط وهو حقيقي مليون بالإنية إن شاء الله وأنا بدي لك شغلي رسالة من صوار سوريا من أحرار سوريا من حرائر أنا بنت الشام يا أخي أنا مواطنة عادية ولا عم هددك ولا شيء أنصح كل من باستفارة أن ينشق أنصح من كل من اللي بتعرفهم أنه ينشقوا على النظام الواطي الحقيق هذا نظام فاشر نظام ساقط نظام ساقط شفت أنت جهاز مقتصي ينشق طلع تركن وفل وبكرة بتشوف تدب بعيدهم على اللي حينشق كمان وما أنا خايفين وما أنا غير الله وبنصف أطرب الشه تمام إن شاء الله خير الله أعطيك العافية وعينته صباحا إن شاء الله وصباحك فل كما أقول المصريين صباحك فل صباحك فل يلا سلام عليكم سلام عليكم أعطيك فل أعطيك فل ترجمة نانسي قنقر